اكد وزير المالية سالب بن بريك على ضرورة تأهيل وتعزيز قدرات كبار مخلصية الجمارك اهمية استفادتهم من برامج التأهيل والتدريب تطبيقها على صعيد الواقع العملي لتمكينهم كشركاء فاعلين مع مصلحة الجمارك جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته اليوم في اقتتام الدورة التنشيطية التي نظامها مركز التدريب الجماركي في العاصمة عدن وتلقى خلالها 26 مخلصا جماركيا جملة من المعارف والمهارات المتصلة بالاجراءات الجماركية كما أكد الوزير بن بريك حرص وزارة المالية على دعم البرامج التدريبية والتأهيلية لكافة المصالح التابعة لوزارة المالية للارتقاء بمستوى أداء العمل وكفاءات وقدرات الكوادر البشرية ترجمة نانسي قنقر